موسيقى مساء الخير حلقة جديدة من برنامج شتحب مثل ما عودناكم كل حلقة من حلقات برنامج شتحب نستضيف نجم انتو تحبوا وانحنا نحبه وانحنا منجمهوره اليوم ضيفنا فنان شامل نجم مسرح وتلفزيون ومقدم برامج وصوته حلو واخلاقة جنن وفنان رائع جدا رح نتعرف عليه لكن بعد ما يخلص فقرة برافايل زين هاي اللي هيش رضا الاستاذ الاسم الثلاثي واللقب حافظ العيبي فهد الساعدي نرحب أجمل ترحيب بنجمنا وحبيبنا وستابنا النجم الشامل والفنان الشامل يا حبيبي طولب عمر حافظ العين يبارك بي مقدم برامج نجاحة موث النجاحة كل النجاحة ندق الخشب دوق الشماسة يا عزك الله حبيبي فخورين بيك و سعيدين سعيد يا رسلان انت تعرف فاني أعزك وودك وحبك والله ووي أكو ملاحظات اللي صالحك يعني ونتمنى لك التوفيق وأكيد هذا البرنامج طريقته طريقة جديدة على رسلان صح مو صح أنا ما شايفك بهيش يعني استايل وبهيش طريقة انت مشاغب دايما بالبرامج صح لا قدي برامج جدية وهي لكن الجمهور غلابا ما يتابع اليوم اليوم انت أنا شفتك اليوم طريقة تختلف يعني طريقة تختلف شهادة وأكيد اللي يعد الحلقة واللي راح يقدمها جنابك في دول عمرك أكيد بيها أكيد بيها شيء من المتعة والجمال في دول عمرك حافظ العيبي تعرف معنى العيبي والله يعني اسم العيبي أنا ما عندي معلومة عمي هو الإسلاح ما أعتقد ما أعرف الديت مال ما أعرف يعني أنا سألت كثير ويعني كون مختلف الإجابات هم سألت بها مال الديت مال المسدس ما أعرف بها يعني ما عندي اسمه أنا ما أحبها اللغة السلاح ولا عندي اسلاح ولا عندي بس سألت مرة دكتور مالك المطالبي تحيات إليه أستاذي ومدرسي ومعلمي درستني في كلية الفنون الجميلة سألتها لكلمة العيبي فأجابني ولكن أنا نسيتها الإجابة لأنه أسمع من فلان وفلان فاتهت على إسال والنعم منك أو من أبوك ومن جدلك الله يزيك الله يرحم الله يحفظك تولد يوم شهر سنة 1905 1964 1964 برج الثور أي برج الثور برج الثور طموح عصبي عصبي لكن طيب يطيب سيح كله شواء دمر صح سيح سيح يعني مشي غالب تعماركي ما ألقدر على ساستة لا أنت ولاتك بالعمارة لا بغدار أنا ولاتك بس أهلي بالعمارة أهلك بالعمارة لا أحنا يعني جئنا من ميسان بالألف وتسعمية وحسب المعلومة اللي عندي يمكن ثمانية وتلاثية يا أحنا جئنا وراك بس بقيت بالحلفاية بالحلفاية بشط العمل أحنا بالكحلاء أهلي شوف بالمشرح بالحلفاية بشط العمل أنا واصل هنذن هذا زين فأني أروح كل سنة وحتى من من تنة صبي كان الوالدي الله يرحمه يأخذني ويقل لي هنا أهلك ذول أهلك وهاي ولايتك وهذه كده حنين طبعا طبعا صح حتى مرات تسمع داخل حسن أو ما تحس تجيغني على هلك مو بس داخل حسن أنت أي غناء ريفي يحسسك بشيء من جمال الريف واقع الهور صح صح مصقط راسك بغداد بغداد أي منطقة أنا ولدت بالكراد يعني كراد نعم ولدت بالكراد هلوك فيك كراد من أين أبدأت من المدرسة خامس ابتدائي يعني عمراك عشر سنوات أي تقريبا يعني من البداية أي في الخامس ابتدائي أنا مثلت على المسرح شخصيت أثرت بها مدرسة أبن خليكان يعني هاي المدرسة اللي أنجبت أجيال نعم شخصيت أثرت بها رضا الشاطي على صعيد الفن رضا الشاطي كل شحب كل جمهوري عرفه نعم مغادرة أهم وجهز ببسيرتك بالمسرح ليل ليل وطرب مسرحية ليل وطرب المسرحيات المهمة والدراما بيت الطين بيت الطين قلنا نتكلم على ليل وطرب ليل وطرب مسرحية أخرجها يا محسني العزاوي كتابها عبد الجبار زوج الفنانة الكبيرة نعم الرباعي و يعني عملنا بيها بطريقة كل جميلة ولاقت صدى في وقتها كل شيء مهم أنا وفنانة العام الرباعي وتمارة محمود وحسان دعدوش وسامي محمود فكان سامي محمود في ذلك الوقت واحد من كل شيء المتعاونين في هذه المسرحية وشكلنا حضور كبير وكان هو تأثير المسرحية على الناس لأنه كانت أكو هجرة في فترة الحصار كان الفلاح إلى دور كبير بالمجتمع والآن هو يعني صح مرات ما حديطي حقه هو تناولنا هذا الجانب أما بالنسبة لبيت الطين ببيت الطين هي تعتبر بصمة من البصمات المهمة في الدراما على الرقم عندي أعمال عديدة أنا سوقة بيت الطين بس على مستوى الجمهور تبقى بيت الطين بصدار بيت الطين أنا اعتبرها يعني أنا تعبيره هذا وشة نظري بيت الطين ما تنمل حالها حال استمتعت بيه بشكل يعني تعتك أنت مشاهد أي بأضحك والولد قلت نموك وراجعوا لي هذا المشهد يمتدلل يمتدلل يعني إن شاء الله يحفظ أولادك يعزك الله يو بحياتك لن تنساه يوم مولادة والدي كرار 24 مين نين 1994 1994 العمر كله يا عرب والله يحفظ أولادك هو اليوم كرار مهندس وديه يدرس ماجستير في روسيا جميل وبلغي تحياتي وقل لي بابا رمضان كريم عليك وكل عام منتبهله في خير وهو قال دي زيولي تمر دي زينا على تمر لأنه يصوم هو يصوم عادة وقل لأبو علاوي كله إحنا إن شاء الله وياك ومهم يجيب إنا للماجستير وتخدم بلدك الله يحفظ إن شاء الله وقالفتحي يا صديقي حسين يحسوني أبو علاوي يحسوني إجي رأس حاجة لا 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 أبو علاوي أبو علاوي أبو علاوي مرمرني طبعا آه ليش لا هو هو مدارس سينما أنا مدارس سينما ايه هو يعني تعرف بالمسرح هل تعيش اللي أقطو أنا باقي جاو منك نجي لا لا هو أنا بالمسرح وهو سينما مرات أكو أشياء ما يقبل يقول لي هاي مصير خطأ أقول لي بابا بدي ساتليك يقول ما يزير ههههههههههههههه فإزالي ايه فأخرج لي برنامج و فأي الأشياء مرات أأثر عليه ما يقبل له هاي هو كلش عادة اللي يعني لا ما تصدق مهم متذرش إن ميدرسون أكاديمية لا يعني الفن نا لا استاذ رسلان هو هو هاوي وهو حاب الشغلة ومن درسه اكاديميا خلص بعد نظام نفسه يعني شلون واحد ما يعرف الدرب وين ولقى الدرب صح فهو خلص هذا الطريق مالته بدأ الشوائب يؤخرها ويمشي بشكل صحيح الله يوفقه أناقشه يناقشني بشكل صحيح ووقفني على الحدي مثل ما يقول يعني ما أخذ من عندك مهوة التمثيل بالأضافة له هو شاب هو ممثل ومصور ومنتير ومخرج هنه كل هن عنده ذنية ست البيت الله يحفظش خلصت فقرة بروفايل شراك استاذ روح بفقرة شي تحب والله بكيفكم انت اليومان خطاركم ورمضان هذا رمضان الخير والبرك ان شاء الله انت مو خطارنا انت استاذنا وحبيبنا وحب البيت يا حبيبي انت طيب استاذ رسلان انت طيب حافظ فاصل ونكملين رجعنا لكم بعد الفاصل ومن جديد نرحب ضيفنا ونجمنا حافظ العيبة ساعدنا فقرة شي تحب ثلاث ظروف هنا بهاي الواحدية الواحدية انا عبالي حلويات تدري وانا نجيب لك حلويات ورا يعني هس اختار بكيفي اختار اسئلة سهلة وصعبة اختار رياه لتري دي اختار يعني لازم ثلاثتهم لو واحد منهم واحد منهم تختار بس على التوحبك اجوز اسئلة سهلة سهلة انا احب هذا اللون يعني طينيا اه اوكي انا بخدمت فضل حبيب قبل ما نبدي بالاسئلة اريد اسئل لك سؤال خارج الاعداد نعم كنتم ممثلين يعني انت وعلي جابر الفتحية الى والفنانة ادراضة برضا الفتحية الى والمسرح وبالهاي حاليا الاعمال الكثيرة وجاي يشوفهم برامضان جاي يشتغلون ما نشوف سوى مثلا جيتوا مسرح ودراما سوى لكن حاليا ما تشتغلون سوى يعني انت استاذ حافظ والفنان لو احمد الافتحية الى ولا ماجد ياسي وبعض الفنانين يعني ما جاي يشتغلون دراما شين السبب؟ يعني لا احنا اشتغلنا مسرح مثلا انا اعدراضي عبد الرحمن المرشدي علي جابر كلنا مسرحية واحدة ثعالوا بارانب اشتغلنا وماجد ياسين مسرحية عالم فابريكة وكل شعال عبد العالم اشتغلنا انا و ولواي احمد مسرحية جذور الطيب جذور الطيب بعد صارت يعني شلون هو مو اعتراض ومو انا مثلا اعتراض ما اشتغلوا ايا ماجد او ايا اياد او ايا علي جابر او ايا حسان او لا اشتغلنا انا وحسان بمسرحية مثلا ليالو طرب هاني وهو و سامي محمود وانعام وانعام لكن يبدو يعني شلون يعني اكون نصوص تكتب مثلا هاي الشخصية بيها فلان وهاي الشخصية بيها فلان فاحيانا يعني ما مثلا ما يصير توافق هاي الشخصية مع هاي الشخصية من ضمن الكاتب او المخرج مقم او هاي الشخصية ميمثلها فلان مم فبالعكس احنا كل من اخذ حقه وشك طريقه شين نصير الغياب هذا عن الدراما انت كفنان انا ما غايب هم غايبين هما دائما نسجلهم غيابي انا نسجل غياباتي بالحكس نحنا الناس تحبنا وتودنا يعني انتم موجودين وعمل عندكم واحد ويتطينا في وسط الهيس الناس سولد بهم من 2006 احسنت ايه وبعدين انا مكن اعرض علي بالمناسبة اشتغل يعني أنا ما اشتغلت لشي لأنه أنت لما ناس تحبك بطريقة معينة وتودك بطريقة محترمة فأنت لازم تحافظ على هذا لكن اللي نسمعه مرات بالحوارات اللي خلف الكواليس مثلا يقولون يجي اسم فلان مثلا ينشغط اسم فلان اسم فلان ايه اكوهي شي نموذج اكوهي شي ما وجود عند البعض طبعا عند البعض ذولة أنا اعتبر نفسياتهم مريضة لأن هذا من يعطل صديقة اللي اشتغلوا فيها فترة من الفترات أو ليعطل واحد من الفنانين العراقيين فاعتقد هذا في قلب غير واحنا في شهر كريم خلي يرفع هذا الغيض من وجهه ومن طيحه ومن داخل لا والفنان العراقي طيب ما عنده صح يعني بس دولة البعض من اتهم يحاولون وبالنتيجة هي تشويه الى مول الفنان الآخر يعني صح فأنا اتمنى انت تفتح الآفاق للجميع لان هؤلاء هم فنانين عراقيين عتم منجز وعتم محبة وعتم تقدير لدى الآخرين فلحد يسلب حق الآخرين هذا اللي نتمنى على طريق المقالب وانت مقالبك جميلة ورائعة لكن الفترة الأخيرة ما عندك برامج مقالب انا اتذر بيها استاذ رسلاني ممكن قاعدنانا اكثر من مرة وتكلمنا مواضيع عديدة لاني مو كل شي اشتغل يعني يعني اشتغلت مقالب وشكلت حضور لدى الناس يعني توقفت لسنتين متتالية وواحد من المقالب سرق من عندي ويعني حتى كنت مسجلة بالسلام الفكرية عند جوني على كل المواضي الموضوع الموضوع آخر احنا محبة الناس وجمهورنا نقدم للشيء اللي يسعده واللي اللي يوده شون السر الممثل اللي يمدز عليه او الفنان اللي ما يجيب مقالبك مثلا انت عندك ضيوف وثا تختارهم القناة او مثلا شخص تسمع بيك عندك برنامج اريد اجي مثلا تجيبه هو يدر المقلب تبتلي ما تجيبه تبتلي لا هو ما ممكن تجيب لك انه داما تطلع هذا اللغط على المقالب انه اتفاق 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 يعني هو مطربة الحي لا تطرب وبالنتيجة يشوف سعادة الناس سعادة الناس انا اتمنى ان البعض من ينظر للمقلب خلي ينظر له من باب فكر ينظر له من باب سعادة الاخرين من باب انه مثلا يقول لا لا يبحث عن القشور خلي يبحث عن اللبة مثلا يقول يعني الفحوة الاساسية اللي موجودة بال استاذ حافظ حارس زمالك ومتخب مصر الشناوي اي او هذا جدهبل اي لكن اليوم متحاد شوية يعني صار عركة هو ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور نعم قال يجيب جوازر يدروا حصور يا رامز جلال يعني راح يصور يا شون اه يعني 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 هو يقول لطين جوازر نروح بالسعودية اصور المقلب ويرام جلال يعني عرفون الا بالعراق يعني سحنا لا نقول للضيف لا هم متحاربين يعني انا جوز الاخوة المصورين المخرجي يشوفون اي ضيف يجي مستضيفة سابقا ببرنامج مقالبه يجين يحلف ويسوي طيب انا لو قايل له مقلب وذاك المقلب يجيني يحلف وخايف اه يعني بالمناسبة انا سألت قبل لا اجي ادخل ام وفعلا يعني كنت متحذر اي وسألت احد الضيوف اللي كانوا موجودين وبهالبرنامج اي قال لي لا برنامج جميل وحلو ولطيف على الرغم من الكلام اللي دار بيني وبينك اي صح بالتلفون قلت لك تعذرني ما يقدر ايجي وهذه بس ردد اتأكد من الموضوع فلقيت موضوع اي يعني هو شي جديد الرسلان في دول عمرك استاذ حافظ فهي الناس دائما بتحارب لا هو شوف ماي صحي الله صحيح هو سعادة الناس هدفنا الاول والاخير هو محتي العلقون بالفيسبوك وبلها مشوفك بالشارع يبوسوك وهي هاي صار تعودنا عليه المهم احنا هدفنا انا نقدم السعادة اي اه وهدفنا انه نقدم الجمال جميل يعني انت جميل والليون طالع انيق وعريس ما شاء الله الله يعزيك شارع شو كتعرس انت انا اه بالزوج وعريس يعني الغرف ثاني قلت لعليه انا ما اتزوج مرة ثانية لا باعرس لعلى انت تريد الضم علي هاهاهاها عم موشلونا بالمونتاج هذي لا زي اشيلو عفوها اي لا بس رحقلك شي انت اولادي الله يحفظهم يعني وحتى قلت لي بالحرف كلها ما يخالف مثل وثلاث زوجت احبه وما ملكتين ملك مثل وثلاث واربعة ملكتين اذا كان جايشتك تصراعك لا ما يخالف يعني هسا انت الحديث اللي دار بيانات بس رح حلفك بشغلة لا لا اقف ارد حلفك بشغلة لا لا ما تحلف بس قولها البخت البخت لا لا البخت عدها هلا ان شاء الله بس اقول لك يعني انت حشيت وياي بهاي الطريقة لو ما حشيت ما ازوت انا ما اخاف هسا اذا احب اسأل لعد اذا احب هربت انت من السواء ما احرب والله انا خفات وما احرب والله خفات وما احرب هسانيش قايل لك بس احكلك شي هسا حب موسي ده تقول لي هساني حب زوجتي بس هسا فرضيا العين مرات تشوف وحده والقلب رفع على وحده وحبها بل بخت اخفها بس حاليا ما يروف قلت لي اخوي يعني ترباني شي اقلت ليش احطا قلت لي بسحر شو ما يروف شو ما يروف قلت لي تروح قلت لك هاني سداد لك ونعم اي وحتى قلت لك اروح لك شو تريد عندي بدل فيه اذا حبيت وقت ما اخذك وياي بخت اروح بخت شرفني يا حبيبتي اذا رف ااخذ اه هاي اخباط ما انا خاف ايه ايه بس باع النظر وياذا رمضان عود وتمثل وتغني وتقدم برامجة اربع مواهم الرسم الاقرب الهن لا الرسم شوف انا وحدة وحدة حتى الجمهوري يعرف اكو اشياء انا الرسم استمريت به حتى بال الفين وثلاثة في حد يعني قبل الفين وثلاثة تركت الرسم انا رسام جميل رسام وعند جداريات التمثيل انا من الخامس ابتدائي مثلت على خشبة المسرح جميل الغناء الغناء بالصدفة يعني انه شوفت انا صوتي زين شي نبني هي والله بالصدفة اي لا فبالصدفة يعني ما كانت افكر في يوم الهيام انه انا صوتي يصير هيتش يعني فشنت احفوظ داخل حسن اه بكاظ احفوظ عودوخي احفوظ صوت الدافية جاءت داخل اذن اذن استثمرتهم بالمسرح استثمرتهم بالمسرح جمهوري حفاظ وشناء وتقديم البرامج تجربة جنت خايف منعتها وقدمتها وكان في برنامج قدمت للعراقية في وقتها وكان المسؤول في وقتها الله يذكرها بالخير نوفى لعب الدهش فخلص قدمت التلفزيون بوقت تجاقل ايه كان قدمت التلفزيون تحياتنا لو رمضان كريم عليها يعني الرجل هو قال لي خلص انا عندي ثقة روح فالرجل كان كلش يعني عنده ثقة بالشخص اللي يجي يقولك هذا اوكي جمي شو تحب يتمثل ادوار ريفية او المدنية ادوار المدينة لا اشوف اني اخذ عني طابع ريفي اخذ عني طابع كوميدي لكن اني بداية مشواري اكن يعني اغلب اعمالي تراجدي من كوميدي بالدراما وحتى بالسينما يعني وهذا الممثل بعدين لانه المسرح اخذ حيز كبير وليس بفنان عفوا لانه المسرح اخذ حيز كبير من عندي والمسرح اغلب المسرحيات اللي اشتغلناها كانت مسرحيات ريفية ريفية فخلص خلوا حافظ في هذا المطالب لكن حافظ العب فنان شامل والله يزيك اطول السؤال الثالث شي تحب ذكرياتك بمدينة الصدر لو المنطقة تسكنها حاليا لا لا تأكيد هاي المدينة اني اللي بيها ذكريات جميلة هذه المدينة عشت بيها اجمل ايام عمري يعني بالابتدائية مثلا كنت اروح اتمشى من بيتنا الى مدرسة ابن خليكان اللي هي بقطها 17 واحنا بيتنا كان ابو 61 اه واتمشى ووضعنا كان تعبان في كل فترة يعني عائلة احنا كبيرة والدي من تزوج اثنين والروح يعني نفس تكرم نفس الحذاء ونفس الهذا والروح للمدرسة وكانت شوارع من بلطة فطيانة وتفاصيل والتراب يعني ونروح بس شنة اه يعني بالامتحانات اوكي يعني اخد درجات زينة اه وذكرياتي بيها يعني تعلمت اه كرة قدم ايضا انا كنت لها حارس مرمى كنت اه اي اي فا صد له ثلاجة طبعا لا لا انا اما الثلاجة زينة اي لا لا حارس مرمى زينة اي 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 طولة كم زين مع الحارس اي اي يعني بالموبايل عندي صور يمكن له قال لي لشان طلعت لكم اي اه حلو واستمرت يعني ايضا هاي المدينة عندي ذكريات بيها انه اغلب اصدقائي من المدينة مدينة المبدعي اي يعني مثلا من ضمنهم فنانين ومن ضمنهم شعراء ومن ضمنهم مثقفين واليوم ايضا من ضمنهم ناس يعني على مستوى بالدولة عظام جس نواب وقادة عسكر واخرين يعني وما كنا اصدقاء احنا ولد منطقة وحدة وهذه المدينة انجبت رجال يعني حقيقيين صح صح رغم المعانات رغم الالم اللي مر ومن يولد الابطار والمبدعين ورحم المعانات فكان قطاع واحد وستين اه هو قطاع السواعد مع جل احترام البقية العشائر اللي موجوده قطاع امامك يعني يعني النسبة العليا كانت بسواعد فكان هو يتعرض الى احتقالات يتعرض 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 هذا القطاع هو يحتقل من عنده هو يناس يعني احتقل من عنده من اقربائي من غير اقربائي يعني يعني فاللي عدم عدم واللي رحمة الله على روحهم واللي هاجر هاجر يعني مثلت ذكريات عندي بهذا مثلا اطلع من البيت مدرستي كانت المتوسطة الانطلاق كانت بجميلة فاتمشى من بيتنا للجميلة مشي يعني تعرف لا بايسك اللي عندنا ولا كذا فديوم من الايام عندنا عرض مسرحي فما عندي ملابس فاخذت ملابس ابو الله يرحمه وده مثل و فيجوني جاني اخويا قال لي ام يدي الدور على الملابس ما لابو يريد عنده فصل يريد يطلع قال حضرين الملابس يحضرين الملابس وراء الغد اطلع فيدورون على الملابس يتدري انا ما اخذ فدزت اخويا قالت لو روح قل لي ابو اريد الملابس فاجاني قال لي ويريد الملابس فقلت قالت لي يعني حافظ ودها الليل المكوى فاجيه تاني جبت واجيه تبدرب وما يدري اي لا بس حافظت علينا حافظت علينا استاذ حافظ مثلت معجيال مختلفة والممثل يمثل شخصية مكتوبة بنص سواء مع جيل قديم او مع جيل حديث ولكن يعني احنا من اشتغلنا انا من شنت بعدني شاب زغير يعني اشتغلت مع بهجة الجبور يلا طوله بعمرها اشتغلت مع محمود ابو العباس اشتغلت مع سامي قفطان اشتغلت مع ممثلين كبار كانوا كلش يحترمون مع مقداد عبد الرضا هذا الرجل كان عنده موقف كلش راقوي يعني وكان كلش متعاون فاشتغلت مع هاي المجموعة اللي هم اليوم هم اعمدت الدراما والسينما والمسرح العراقي اخواي استفاديت من عتم وتعلمت من عتم اشياء كثيرة يعني جيل الشباب عتم وعي عتم دراك يرادون مستمرارية حتى نقدر نقول يعني يقدرون يشكلون الحضور بعد اكثر واكبر هذا لا يعني ان هؤلاء الشباب هم ليس لديهم القدرة على ان يجسدوا الشخصيات يعني مثلا انا عمري اكبر من غالب جواد يعني غالب جواد كان فتى مثلا نقول شعب صغير بس نجم وشكل حضور كبير صح اذن الوعي بعملية فهم للشخصية ليس هناك عمر كبير او عمر صغير وانما هناك فهم وادراك وكواحد يطق على كبر وكواحد ينجم شاب يعني الفرصة هي متعرفش وقت تيجي كوي لكن انت نجم نعم صار لك عمر يعني انا بديت بالمسرح انا ربع اصدقائي ممكن سابقيني كذا انا جيت بالمسرح شكلتها ونجمت هي تلاقح افكار وانت نجم مهم يا حبيبي سميت ابنك حسين وعدك ابنك شبير كرار كرار يعني هو حسين طلبت من رمام الحسين سلام الله وكرار يعني يعني كرار وهو يعني ابني البكر سميت على سم علي فكانت عندي بالبداية يعني مأساة يعني البكر ما التي توفى فصريت انه انا سمي كرار تيمنا ب رمام عليه السلام سلام الله عليه ماشي تحب من بلاروسيا ها 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 ارأت ادرس ماجستية رب بلاروسيا فالشعب البلاروسي شعب طيب حقيقة يعني ولقيت عراقيين طيبين هناك شالوني بالصلوات مثل ما نقول يعني فاني حقيقة بال يعني اخذ وقت شوية بالكلام يعني يعني كان ما عندنا سفارة هنا فكان اروح نفيز منين السفارة البلاروسية في دمشق فرحت الى سوريا عندي قبول انا بجامعة منسك انهاك فرحت وخلص جوازي والقبول مالتي لازم سرع حالي حال اللي دا يراجعون السفارة فطلع وظيفتي ايش ما اعرف يعني قنصل او يعني فقرأ اسمي خافز لعيبي يعني مجاود قلت شنو ما اعني عدد هذا الهال بس انا ايه بعدين قلت لي هس ايش قال انا اجيد اللغة العربية جميل ايه قلت لي قل لي انا اتشرف ان تدرس المسرح في بلدي مم شنو يعني هو درع انه انا درع القبول مالتي قالوا انت اول طالب تدرس المسرح في بلدي فطاني كارت قل لي هذا اه انت يعني يعني يعرفك هو القبول اللي يم منقرأ انه اني حافظ لعيبي يدرس يعني النوع شنو هذي عبار نجوميتك وصل بالأرس لا وين اكو يجفل يعني نتمنى كل الفناني العراقي انت وصل نجوميته معالمية فالرجل قال لي خلاص والطاني قال لي اش قد تريد اخليليك بيقبل لا تسافر يعني بالفيزا قلت له فد ثلاثة عاملينه وبين رتب اموري يعني فكلش كان هناك احترام وتقدير فموصلت لي قد تقلت لي بلاروسيا فوصلت استقبلونا ايضا اصدقائي فتفاجأت ثاني وين هني نقات الحار ورحت لغا الثلج فقلولي يا بي لبس قلت مش هلبس انا حبالي رفعي الشاقون وياي لقيت صديقي هناك فقل لبس شفوه فلبس الفين لبس قلت لي مهود قال لي بغاردة ثلج ثلج تعرف شنو الثلج المهم انا شفيت من نزلنا بالمطار ثلج و بس ما متوقع انا مهم صعدنا خلصت ايام جميلة و احنا تعرفين العراقيين يعني من يروحوا للسوق اشترك كله كله كليوات اي صح اي اشترت كله تفواح لا تشترك واحدة وحجات جبت 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 قال كله قلون هذا العراقش اول مرة يجي واشترك كله هذي طبعا عم بقلول معزب والنعم هلك ولا هلك يلا وفعلا انا رابع كلهم ويجوي ما عفوني يعني هاي الفترة كلها الى ان نعم كلك ولا هلك يا حبيب اه شو تحب من الشعائر الحسينية يعني اه اني احب اه يحسين بضمايرنا والله تعرف ليش اني فكرت حتى انه اه رأسين روميث رحمة الله علي اني اه كلفت واحد من اصدقائي والنص موجود بالسيارة طبعا انه يكتب عن اه ياسين روميث لانه هذا الشيخ اه يعني ضروري ان نسوي لها فيلم وثاقي فكلش حبيت شخصيته وقريت عنها كلماتها سيوف اي فاني شخصيته يعني شخصيته ذاك الزمن من العراق وطلع بدياله بعدين طلع الكويت بعدين رحل امريكا بعدين رجع بعدين الزمن صعب واحد ايه صعب لكن هي كانت سيوف هو رسائل مهمة كانت عنده وهم رجل حسيني بمعنى الكلمة ويعني يا ريت لو اكون هناك جهة راعية النص موجود عندي والكاتب ايضا هو صديقنا واخونه ويصير هناك فتواصل مع عائلة المرحوم الشيخ وحتى نقدر ناخذ الموافقة القطعية في ان نعمل هذا الفيلم يا رب واتمنى يا ريت لو قناة الايام مثلا الناس موجود عندي والكاتب موجود والمثلة يعني سير جميل جميل يستاهلون هاي الرموز والشخصيات وهي وثائق وشعار الصالدين اللي يقدموا لحد الان واحد اشتغل لهم فيلم يعني لحد الان ما حد وهو مكتوب طريقة يبقى بس الموافقة انا يقول لك الموافقة مع اهل المرحوم الشيخ عسين اذا حصلت الموافقة بالتعاون وياكم ويا جهة اخرى يعني امين على قناة الايام نعم ان شاء الله يا رب واني امثلها الشخصية لانه هي كتبت وعاشقها انا تجيبها ما طول حاب الموضوع تجيبها كل ادوار تجيبها طبعا قبل سنتي نحن نكتب بيها صار فقرة شي تحب خلصت هس عندنا فقرة شنو رأيك شنو رأيك نستعرض لك صورت وطرأيك بي ايه احنا حاضرين اروح فاصل وبعاتي شنو رأيك يالله حبيبي اكيد بعد الفاصل فقرة شنو رأيك استاذ حاضر سنستعرض لك صور اللي هما القناة والمعدخال للصور ما اعرف شخالي لك يعني انا ما ادري فانت اي صورة تطلع علق عليها والصورة المتعجب قول لا تعليق عدل العالم العراقي شخلي ايه العالم العراقي هذا يعني شرف العراق ايه والله شافي قل لهذا شبعه لسخليه تسحطي تغير العالم العراقي ايه الله يرحمه استاذي ودرسني في كلية الفنوني جميلة و يعني كان كلش يعني معجبية في في الأعمال اللي قدمناها بالكلية يعني كنت يعني دفعات التخرج يعني امثلوا إياهم ف رادني فيه عمل وبعدين أنا مقبلت لأنه وضع الحصار كنت اشتغل بمسرح الشعبي وما الله يرحمه كان يقول لي بابا تم مثل زين بس لا تضيع نفسك يعني يعني كانوا ضد لا مضد لا لا مضد بس هو هو رجل يعني الممثل الجيد كلش بس يوم لا لذيع نفسك يعني معناها لا بمعنى المسرح الشعبي لا يأخذك في منطقة الضياع يعني هذا قصد كان المسرح الشعبي هو مسرح يعني بس يقول لي لا تروح في منطقة أخرى يعني ألف رحمة على روح الله يرحمه اللي ما أستستاني يعني هذا سيدنا و مرجعنا الله يطول بأمرك شفنا الضيم شفنا الضيم آه شفنا الضيم شفنا الضيم يعني أكذ أكذر من زيلا آه شن قبل نسمع يعني عمارنا ما لحقنا يعني بين 2030 عمر 14 15 سنة فما لحقنا على هذا الزمن يقولون يعني مثلا بقوطي قبل حصر العالم التوت وقبل إلا واحد يساف هذه فترة الحصار اشتركت بها كل العالم الذتنى يعني قد فترت الحصار بزمنه مثلا بالثمانين وبالخمسة وثمانين لا لا هو بدأ بالثمانين بدأت الحرب بدأت الحرب يعني بالثمانين بدأت الحرب وهذه الحرب يعني تعرف أنت يعني أخذت أخضر واليابس ويعني مريتوا بعوز بذاك الزمن نغادر الصور لا تعليق حافظ العيبي لا تعليق حافظ العيبي وهديرس وأستاذ عبد جعفر النجار عبد جعفر النجار ومحسن جيلاوي اخراج تاليف واخراج عمران التمية الف تحية لي لا والحسن رمضان كريم عليه وأول عائلة ليش لا تعليق يعني شحك على نفسي مثلا بيه تطين استعني لك لا تعني لأني بالبداية قلت لك بيه انطلاقة على الرغم أني عندي أعمال قبل هك صح ألف تحية كل النجوم الاحتلال شو تقول في الما الاحتلال لا هذه يعني أنا بالنسبة لي الاحتلال أحتبره ألم في حياتي يعني ألم لأنه العراق هذا أرض المقدسات أرض القيم أرض من المناسبة الاحتلال هو يعني يفترض الكل تعرف كشفة كل الأوراق وضان الموضوع يعني ضان هو عملية احتلال خلصت فقرك شنو رأيك هسا شنو رأيك بيه من بيك لا بالصور بالصور يعني أنت وشات نظر تقدمها ومن حقه واحد يجاوب أو لا يجاوب هو احنا كيفك نحن بخدمك وانا اعتقد جاوبت على الجميع بيك البركة وجوبتك رائعة يا حبيب بساعدنا فقرات انجح واربح هنا تسكو العبرات هنا تسكو العبرات هم بعد الفاصل أكيد بعد الفاصل مثل ما قلناك فقرة تنجح واربح أستاذ حافظ نعم هذه الفقرة السئلة كأسئلة عديدة كل سؤال الجاوب علي يطيك حرف من شخصية مشهورة جه رمز عراقي مسرح اليوم جناك رمز مسرحي تجمع الأحرف ذات جاوب صح وتعرف منها هذه الشخصية وتربحوا يعني وبنهاية البرنامج هو اللي قلت لا نبدأ بأول سؤال يا الله السؤال الأول ماذا تسمى مراكز تجمع الجنود هو مركز مركز تجمع الجنود هي تسمية خاصة حظائر يعني أو مثلا شو سمون لا فصائل فصيل لا عسا نحن بشنة أنا جندي جنت مثلا مركز تموين نقل تجمع بال حرف ثكنة يعني اي ثكنة آه جواب صح اسم قديم ثكنة ايه ايه شو واحد واقع سني هنا تثكن العبارات في لونك ايه في لونك فين نعمة ايه فين ايه هذا حرف العين هذا العبار جواب تسس صح عندك جواب صح هذا جواب صح يعني هذا العين شنو هسه بعدين نطيك حرف كل موقع تجاوب بعدين تعرف الشخصية هذا خلي هنا ايه يلا سؤال الثاني ماذا تعني كلمة ابراهيم بالعبرية جواب اب رحيم يعني ابون رحيم ايه يعني يعني هذا عدك حرف صار نقص سؤال الثالث على من اطلق على من اطلق الرسول لقب ابو تراب ابو الحسن سلام الله عليك يا ابو الحسن هذا حرف النون عندك حرف نقص فقرة يعني ما رحيم مثلا عمون عين رسام ما هي اول شركة صنعت شريطا للتسجيل اني يعني حقيقة اعرف بس اريد اذكر ان هي شركة حسب علمي هي شركة بريطانية او فرنسية او فرنسية نعم صحيح بس اني لو تناوشنا اول حرف فا تبشر ايه شلوني ما عرف شركة فيليبس 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 مو المانية المانية فيليبس الالمانية ايه المانية ايه سعني نصي الجواب ها ايه فيليبس المانية ايه منتقلة فرنسية قلت لك فرنسية او بريطانية تقرب لك ايه المانية فيليبس ايه ما معنى خيبر عند اليهود انت جايبني مالواحد هسا فاطر ايه وبعد رحطيك اول كلمة والبعدها التكملة الحصن الحصن المنيع ايه شوف ماهو الطابور الخامس لهو الطابور الخامس هو يعني احنا نقول شنون نقول يعني عملية تشويه يعني الطابور الخامس هؤلاء الذين نقلون معلومات ايه بطريقة اخرى يعني ايه هو فعلا شي سموهم لهم تسمية خاصة الطابور الخامس برافة الهجان كان يعني يعني جانب الاستخباري قصدك او المخابراتي لا لهم لا مخابراتي ولا استخباري وانما هم جواسيس جواسيس يعني نعم قربتها قلت ينقل معلومات يعني هون ينقل معلومات شنو مثلا طارش بس طارش سيء مو طارش يجيب شغلة عدلة نعم ما هي عاصمة السومريون انت شت قاعد منطقة الشعب نعم وكو قريب في الكام وصباح الخياط سيسموها منطقة في الكام صباح الخياط بيا منطقة مش اسمه بقور حيقور بقور حشيس وين وديتني انت ترجع يسويك ياها لا بالعكس اصلا انت هستاذ تسني اجاوب شيء اخرش نعم مشتاقين شم عنده وقت لاني شم يا خيصارة عمان اي الرسام والكاف كبر من اول من اصيبه بالجدري الساري العبدالله لا نبي نبي اي اي رسل نذكره نبي ايوب ايوب صح جابتك صحيح هاك عندك ثلاث احرف ما جاوبت عليها اذا عندك سؤال نعم السؤال رح اسألك ما هي فرس الحارث بن عباد هذا الفارس كانت تسمى لها تسمية قبل يسموهم ايه نعم شسمها ايه ميمونة لا 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 ما ما النعامة نعامة ايه ما عرف زين حصان زين الزير سالم شا اسمه عدت ماذا تلقاني يعني سوما لوحدة سجعي من الفطور المشهر ها المشهر المشهر زين ليش يقول صار بناتهم هجاء واحد يقول قربها مربط النعامة مني ايه ان قولي مطابق لفعالي شيرد علي الزير قربها مربط المشهر مني ايه ايه قصيد انت حافظ انا ما حافظ لكن هي لفعادة الجمهور هسا احنا زين ستة اجابات من سبعة مو ايه منشهد احنا من اجل انه منقرب لكم لا هسا محتاج اسوي لك اسماء من ادل ايه الاسماء فنان مسرحي نجم اول حرف من اسم عوني عين عبد جحفر النجار لا عوني اسم عوني عوني كرومي اي عوني كرومي اخذك ستين من مية او عشرة من ابنختك والله وكفو من خارج كفو ايشنا خوارك كفو مولاي مولاي كفو من عندك انا بخدمتك وانا اطيكي هنكلهن كفو ما عليك زود لا احنا احنا قوم اللي يطلع من عندنا مايرجع والله واناعم بعد اجدتك الثمانين جنك ثمانين من مية كفو من عندك انا بخدمتك الثماني بالمية شنين نذني اه درجات درجات ايش الدرجات احنا نفرز يضيوف اليجون اذا طلعت تفائز اكثر واحد اليك تكريم وليك جائزة يا ابرك الساعة شنون احنا بخدمتك شا تقول سيد المخرج الساد حافظ اخوه بهم البركة ان شاء الله لكن انا بالطوبة خلي اخذوا واحدهم والله انت بالطوبة من زمان موليوم انت اكبوا منك سيد بدول عمرك ساد حافظ انا تمتعت بيك انت طيب واستمتعنا بالحوار وياك وانت نجم كامل الدسم يا حبيبي يا حبيبي انت والعراق كامل الدسم انت لطيف وجميل في دول عمرك يعني انا اتمنى لك مثل هايش برامج في دول عمرك وطنة برسلانة عوفة كم احتي بينات لباقي جم من مقالك ايه لا ايه غرستي لك لا لا هو انت يعني فنان في دول عمرك وانطيت وشة نظري بالبداية في دول عمرك انت تحاول تشتغل دراما بطريقة ماية انا حاضر هاي دعوة المخرجة يا واحد يقول ابثل ما عده مشكلة ايه وين الادراما انا الادراما لا اذا تجيني فرصة ايه لا جديات والله يعني انا ما اتردد يعني ممكن ان تركب لك شخصية مشاكس يعني حاضر ايه والله حاضر حاضر الشكل حضور مهم جدا في دول عمرك واي دور يجي رب يوفقك ان شاء الله واني سعيد جدا في هذا اللقاء تحيي لك الحجل طيبتك يا نقي يا حبيبي يا طيب تحياتي الي كل الكادر تحيي المفرج والمصوري للقائمين على القناة واليوم اني هاي الاجواء الرمضانية الجميلة حسستني اليوم اني يعني فعلا مرتاح وان شاء الله اني كنت ثقيل يعني انت كنت رائع ومبدع وان الشرف نستضيفك الله يعزك والمشاهدين كل شي يحبوك وحنا نحبك وحنا جمهورك يسلمك في دول عمرك سبحانه واشكر لكم موصول احبتي المشاهدين يتلقيكم في حلقة اخرى وحتى ذلك الحين في امان الله